اهلاً وسهلاً بكم إخواني الكرام اعذروني على هذا الغياب وعدم الحضور بصفة مستمرة والسبب الأساس يعود إلى وجودي في حالة سفر وإن شاء الله سأعود قريباً جداً وإن شاء الله نستعنف برنامجنا كالعاد خليني نشوف خبروني عن أحوال الصوت جزاكم الله خيراً إن شاء الله راه مليح الصوت خبرونا بارك الله عليكم الصوت جيد شكراً مصطفى برك الله فيه يعني قبل ما نبدأ حتى يلتحقوا بنا لأنه فيهم بعض المواضيع ضرائيت من الضروري أن نتحدث لكم فيها هذه الليلة حقيقة دخلت الآن فقط قلت مباشرة أحكي معكم خلينا نأخذ بعض التعليقات وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ في المواضيع الأخ من الداخل محمد من الداخل تحياتي لك أخي الكريم وخال الحرية لعادل عبد المالك إن شاء الله وجزاك الله خيراً أنت أيضاً على هذه الدعوات وبرك الله فيك أخونا عبد الغاني في جيجي تحياتي لك أخي العزيز وبرك الله فيك على حضورك وأخ عزيز دائماً تتواصل معنا ودائماً حاضر معنا ودائماً تثلج صدورنا بمشاركاتك وبما تقدمه من جهود من أجل إيصال هذه الأفكار كل الحب لك أخي عبد الغاني مصطفى تحياتي لك أنت أيضاً أخي برك الله فيك الجزائرية حرة منورة شكراً لك على مرورك بهذه الصور المهم غذي النظر عما تقصدين بها على كل حال شكراً على مرور بوشعيب تحياتي لك وأبرك الله فيك أخي بوشعيب ربنا يحفظك الأخ أحمد تحياتي لك وأبارك الله فيك وأثلج الله صدرك بدعواتك الطيبة علي حاجي شكراً لك على مرورك رجعتنا هذه الجزائرية الحرة والمنورة والمكعورة والمعورة آه تحيى الرون جارس من جندي لجنرال يعني بالله عليكم أنت أنا أجزم لك بأنك يا جندي يا حاجة فيك زر سمي روحك جزائرية وحرة ومنورة أخجال أخجال استعي مصطفى شكراً لك حسان تحياتي لك أنت أيضاً أخواني قولوا الصوت جيد بارك الله فيك أبو شعيب الأخوة كامل عبد الغاني زريرة بارك الله فيك وتحياتي لك أنت أيضاً المهم أخواني الكرام يعني نكتفي بهذا القدر من التعليقات وبارك الله فيكم جميعاً على مشاركاتكم رح نبدأ في المواضيع لأنه إن شاء الله لن نطيل كثيراً لن نطيل كثيراً بإذن الله تعالى ونشوف ترى هذه الدردسة في هذه المواضيع شكراً لكم أحبة الكرام بارك الله فيكم على حضوركم وعلى كلماتكم وعلى مشاركاتكم وشكراً لأخ بعزة عصابة لن تمنع الأخوة الجزائرية المغربية بارك الله فيك شكراً لك وهذه الحقيقة لازم نشوفوها الآن غالب راهوماً أنا قاعد نحوز حتى نقرركم نفسه مغاربة والجزائريين شعب واحد في دولتين بارك الله فيك أيضاً أخ محمد من العيون الصحراء المغربية حياك الله أخير نصأ الله أن يفك أسر أخينا عادل وينتق من عصابة الحاكم بارك الله فيك أخي وربي إن شاء الله ينهي هذه الفتن علينا نظام العسكر الشيطان هو من يخلق الفتن بين الشعوب خلق حتى الفتن بين الجزائريين أنفسهم بين شعب واحد فضلاً عن الحويج الأخرى المهم إخواني كرام خلينا نشوفوا بعض التعليقات ونختم مهاجر كلام العقلاء بارك الله فيك أخي مهاجر بازاك بلو حفظك الله أخي الكريم أنت أيضاً أيضاً أخونا محمد حياك الله وبرك الله فيك أخي محمد أيضاً قال لي ريشان تحياتيك والله يجيب الخير للجميع آمين يا رب العالم والله لا نريد إلا الخير للطرفين لهم أصلاً طرف واحد تبرك الله عليك أخي أحمد شوف يا جماعة والله لا نريد إلا الخير ورب العزة لقلبي على الجزائر وعلى كل المنطقة العالم يتغير ويتجه نحو اتجاهات تخلي الأمور ما فيها عبد والله العظيم والوقات وراه صعيف من يتوهم أنه بالممكن بصراعنا مع المغرب أم من الجزائر صدقوني أنت تحتاج إلى علاج نفسي يا جماعة العالم راه مقبل على هزات والله الدولة التي لا تكون لديها كيان تنتمي إليها ستذبح مثل الشات القاصية هذه اللي نقولها يجب أن يكون عندنا اتحاد مغاربية ناس العالم راه يتجه نحو كسر العظم دول راه مهددة باقتصادها بالإفلاس راه مهددة العالم يتغير خصباً عننا جميعاً إذا لم تغير ستتغير خصباً عنه ولذلك عليك أن تخضع لإرادة التغيير ومن يعتقد أن إنشاء دولة سادسة في المنطقة المغاربية هي أمان للمغاربيين جميعاً فوالله هو أتا يحتاج إلى من يقض ولا يركبه وأكرمكم الله أخونا أسامة كل التحية لك أنت أيضاً أخنا الكريم ورب يحفظك ويبارك فيك المهم إن شاء الله وهذا خلينا من يسيبه خلينا هذا أخونا أبو زي هناك معلومة تقول أن زيارة الوزير الخليجي الإسباني الجزائي هدفو الضغط على الجزائي اللي تلقى صراح الصحراويين موجودين في تونيوه لأن أصبحوا إسبان مرائي ممكن جداً على كل حال هذا وافق عليه البرلمان أعتقد ما لم يبدأوا بعد في تنفيذه لكن إذا نفذوه وتم هذا الأمر إسباني رح تطالب برعاياها طبعاً لأن هؤلاء في نظر المغرب رهم غاربة وفي نظر لإسبانيا هو الإسباني وواحد مزدوجي الجنسية خارج أرض لو كانوا في داخل المغرب ما تقدر إسبانيا تطلبه لأنه لما يكون واحد عنده جنسية متاع بلد وفي بلده الأصلي صحيح الجنسية متاعه الأصلية ما تقدر لكن هؤلاء في بلد أجنب وفي هذه الحالة من حق إسبانيا تطالب بهم مثل ما هو من حق المغرب لأنهم غاربة في القانون المغرب وأعتقد بأنه هذه هي القطرة التي ستفيذ الكأس وتخلي فيهم هذه الجنرات يغرقوا في فنجان والأيام رحمة بناد الله يجيب الخير خلينا نشوفوا كنش هذه أمتكم أمة واحد شكراً أبو عزة برك الله فيك وهذا جميل نختم به هذا الكلام خالد شكراً برك الله فيه شكراً لكم إخواني الكرام برك الله فيكم على تعليقاتكم الطيبة والجميلة وسعدت هذه الأمسية أنني قضيت معكم هذا الوقت الممتع وإن شاء الله لما تسمح ظروف لكن نتأكدوا يقين عودة قريبة جداً إن شاء الله وسنعود مجدداً لمعالجة الكثير من القضايا والمستجدات وترقبوني بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة